اتطمن انت مش لوحدك الحقيقة مش هنتكلم انا مش هتكلم على البي بي سي اللي هي اقدم محطة ازاعة على فكرة البي بي سي هي الاول محطة الوحيدة اللي سجلت او اول محطة سجلت للشيخ محمد رفعت فضيلة الشيخ يعني الروحاني محمد رفعت كان بيقرأ الاول في جمع مصطفى باشا فاضل في ضرب الجماميس في السيدة الزينة ومصطفى باشا فاضل هو الشقيق الخديوي يعني وحتى لسه المسجد انما وكان الناس بيعدي من هناك الترامواي الترماي يعني فالناس كانت الجمعة تستنى تنزل من الترامواي عشان تسمع الشيخ رفعت وظل الشيخ رفعت لحد ما جات هيئة الازاعة البريطانية واتفقت معانه يقرأ القرآن الكريم في محطة البي بي سي اللي هتنشع في مصر فالشيخ رفعت لانه خاف جدا فراح استفتى مجموعة من العلماء هل يجوز ليا ان انا اقرأ القرآن في الازاعة باعتبار ان صوتي هيدخل عند ناس يعني ولا هو لازم القراءة القرآن تبقى في السورة دقاته في المساجد فقفتولوا العلماء بانه عادي جدا بالعكس صوتك يوصل الآيات فهيئة الازاعة البريطانية او البي بي سي هي لها فضل على كل المشاهدين العرب والمسلمين انهم سمعوا صوت الشيخ رفعت لان التسجيلات بتاعت الشيخ رفعت وانا كنت املك الحقيقة الصورة لاول عقد بين الشيخ رفعت وهيئة الازاعة البريطانية المختصر يعني الهيئة الازاعة البريطانية ازاعة قديمة قوي يعني مش هنهزر يعني بلاش نهزر مع الازاعة البريطانية اللي هي معروفة يعني فكانت نزلت امبارئ او يوم الجمعة يوم 22 مارس نزلت الطمن حملة الطمن انت مش لوحدك انتفاضة في وجه السيسي كانت نزلت التقرير ده وبتتكلم فيه عن الحملة اللي اطلقها ودعا اليها الاعلامي معتز مطر على صفحته وعملت بقى موضوع كبير واتكلمت فيه على الهاشتاج وازاي المصريين تجاوبوا وجابت سيرتي عشان ما انا ما يعني وكلمت على عصام حجي يعني كلمت على الحملة بشكل اه مهني يعني جابت القصة كده لكن هذا الموضوع يعني اقدم مطجع الكلاب السيسوية وفجأة اه طلعوا عليها كلوها طلعوا على هيئة الزع البريطانية كلوها ونسوا لحمها راحوا اه عملوا الهاشتاج ده هاشتاج الطمن انت مش لوحدك يا سيسي يرد على دعم بي بي سي للجماعة الارهابية اهو طبعا الهاشتاج ده تعبان قوي بتاع الطمن انت مش لوحدك يا جزما انما اه طلعت اليوم السابع كتبت كده راحت اه وقاع اتهمت فيها بي بي سي بالسقوط في ظل السقطات المتكررة البي بي سي اي نهاية الاستعلامات من التجاوزات طلعوا قالوها بقى اسادة الاعلام افتقرت بي بي سي افتقرت المهنية في زعمها بوجود انتفاضة بي بي سي تتحلف مع الاخوان ونشطاء فيسبوك الشبكة البريطانية بقت تسترخص خالد السيد تفاعل الاف مع الهاشتاج اتطم انت مش لوحدك يا سيسي يفضح البي بي سي مهنية البي بي سي في مهاب الريح ومصريون اشرب اصب ونسى هاشتاج اتطم انت مش لوحدك يا سيسي يرد على فنكوش البي بي سي بقت البي بي سي بقى في مرمى النيران بعد دعم البي بي سي الجماعة الارهابية رواد السوشيال ميديا يردون بعدد من الهاشتاجات على طول طلعوا كلوة لدرجة اني مكرم محمد رحبا نتكلم او الهاية الاعلام دي يعني وراحوا عملوا هاشتاج اسمه بي بي سي ولاد ستين اهو على طول بتلات تلاف تغريدة ومية ستة وتسعين عملين يضخوا كل لجانهم طبعا اللجان دي من الامارات مدعومة يعني عشان يشتموا هيئة الازاعة البريطانية اللي الحقيقة يعني قالت اللي شافته انه الحملة انتفاضة في وجه السيسي لكن ما سكتوش على طول طلعوا وراها كلاب السيسي اللي هم زي الفلاحين اللي في القصة دي اه على كل حال الحملة اه يعني الحقيقة بتلقى حرب حرب دروس سواء من ناس من عندنا او من ناس من عندهم وانا الحقيقة مندهش قوي انه طب عندهم مفهومة يعني هم مش عايزين حد يفتح بقه زي ما عملوا معشرين زي ما هنشوف بعد شوية لكن من عندنا الحقيقة ما شاء الله يعني ما شاء الله وده يقول لك الى اي مدى انت بتعمل مع شخصيات مريضة مريضة جدا قبل ما نشوف الست المحترمة ام الشهيد المحترمة دي خليني بس اقول لك على حاجة اه انا نازل من الاسنسير فوقفة ست محترمة وجوزها راجل محترم وهم معانا قلبا وقلبا يعني فلاقيتها بتقول لي هو صحيح يا استاذ محمد حملة الطمن مش لوحدك دي عاملها المخابرات في وشي بتقول لي انا مش مش تقول لحد تاني يعني فانا الحقيقة اسقط في يدي فا يعني ببساطة طيب وهنا حضرتك عارفاني يعني عارفة ان انا تابع المخابرات قلت لا 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 بس انا ناس بتقول كده عرفنا بعد كده ان الناس اللي هي تقصدهم ناس معانا هنا ناس معانا هنا في تركيا مش في الدوحة مش في ماليزيا مش في اندونيسيا والناس اللي معانا هنا دي بالاسم يعني الستة قالت الاسماء الناس اللي معانا هنا تعلم ان معتز مطر اتقابض عليه على اخواته واننا اتقابض على اخواتي وان احنا دفعنا انا وهو في الحملة دي حريات اخواتنا ببساطة جديدة جدا واحد عادي واحد متدايق واحد مش عايز واحد عاجبه الجو واحد شاف ان مصر كده حلوة ويا رب تفضل السيسي موجود عشان انا مبسوط ومرتح وعمل اقبض الفلوس واحد عادي فيقول لك ببساطة الحملة دي ليه يا معلم كده ليه وبعدين بقى تيجي اليوم السابع تاخد منهم اشتركوا في القناة